قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبشور الشرعحة حلقة متميزة بعنوان عبادة قلب يسوع الأقدس وقد تحدث الأبشور الشرعحة عن مفهوم قلب يسوع الأقدس كما تحدثت الدكتورة السمعان عن ذات المفهوم من بعد آخر وتطرقت كذلك مشاركة الكنائس المحلية ورؤسائها ورعاياها في احتفالات زفاف سموم ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني فإلى هناك الأردن احتفلت كان احتفال كثير عنا عرص وطني مش عرص بس عند جلالة الملك عبد الله عرص وطني لأبننا سمو الأمير ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله على سمو صارت أصبحت الآن أميرة رجوة الحسين كان ببداية شهر أول ستة وقبل هذا كان في احتفالات كثيرة حسب التقاليد والتراث الأردني في الأعراس يعني العائلة المالكة اتبعت التقاليد والعرف الوطني الأردني التراثي فما أجملها كانت منصورة أبونا أنه هل من جلالة الملك مع عائلته الهاشمية يعني هو عرص وطني مضبوط لسمو الأمير حسين بس كأنه عرص لكل أبناء الوطن عرصهم يعني الجميع فرح أنا بقولها أنها كانت يعني دعاية كبيرة للأردن لأنه يشوفوا الأردن وين الأردن لأن في ناس كتير يعني طبعاً ما بعرفوا شوين الأردن صحيح قيل في الأحرى أنه الملوك كل هالدول إجت تحضر كل المجلات والتلفزيونات بثت يعني أجزاء ومقاطع من هالعرص الملوكي هذا يعني أنا بقول أنه عرص تاريخي يؤرخ يعني مش سهل على البابوات أو الكنيس الكاثوليكية تقول لك نعبد قلب نعبد يسوع نعبد الله يعني العبادات يعني مهم من واحد لما يحكي المفردات يحكيها صح يعني في ناس كتير من الكنائس الأخرى يعني يقول لك نعبد قلب ونعبد إيد ونعبد إجر هو مش موضوع عبادة يعني مش عم بيحكي على أطراف أخرى يعني القلب هو المركز هو الأساس اللي بيضخ الحياة لكل أجزاء الجسم فهذا القلب له مركز خاص عند البشرية فمثلوا حب يسوع بهذا القلب فصارت أنه عبادة وثبتت عبادة قلب يسوع الأقدس نعم بالحقيقة قداس يحن الذهبي الفم بالطقس الشرقي قبل ما يبدأ القداس أول ما بفوت الكاهن بيطلع للقربان الخبز والخمر بيجهز يقال نفس الآيات اللي قرأتهم حضرتك وأن واحدة من الجسم بيمسك الحربة للكاهن بيطعنها بالهاد وبالحمل وبعدين بيقول وأنه للوقت نزل ماء بيمسك الماء وبيصب وخمرا اللي بيصب خمرا يعني نزل ماء ودم بيحط خمر وماء طب ما هيك أنت قاعد تعمل بالقلب وبتطعن وهذا طقس الشرقي يعني بحكي الأرثوذوكس والروم الكاتوليك وكل من يماوس طقس القداس يوحن الذهبي الفام نعم طيب ما أنت قاعد هيك أنت قبل قدا تشرح بتعمل طب يعني أنت طعنته هيك يعني ما هي افعلوا هذا للذكري هاي الأمور اللي هي الأشياء ملموسة لأشياء غير ملموسة هاي هي الأسرار شو هي الأسرار أنه الأشياء اللي ما منقدر إحنا بعقلنا البشري نتصورها بنعيشها برمز أنه رمز أنه إشي سفنير لا بحقيقته في الحدث إحنا نؤمن بالكنيسة أنه هذا يتحول حقيقتها ببطل هاي برشامة نحكي عنها في ناس يقول لأبونا وقع لها ناوني البرشامة لا بطل اسمها بطل اسمها خبزة أبونا المبيدي اليوم أنت متغير طعمه شكله النوع كثير منسمعها يا عمي هذا مش مبيد هذا فيه تحول حقيقة مش النوع المبيد ولا نوع الخبز أنت بدك تطلع من الأمر المادية